سميتها بالروح والريحاني في نظم أسمى ربنا الرحمن والروح ترج فضل من يحصيها خالقها خلاقها بريها رحمك يا حسيب يا مقدم مؤخر ديال أنت الحكم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وبعد من أسماء الله الحسنى اسم الله الحسيب قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها إن الله كان على كل شيء حسيبا وقال الله عز وجل وكفى بالله حسيبا الحسيب يقول العلماء يأتي بمعنى الكافي أي الذي يكفي العباد معاشهم ويكفي العباد أرزاقهم ويدفع سبحانه وتعالى عنهم الشرور ويأتي الحسيب من المحاسبة أن الله عز وجل يحاسب العباد يحاسبهم في جميع أمورهم على ما قصروا من الأعمال وعلى ما أساءوا في أحوالهم وفي سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك العبد يعد العدة لهذا اليوم العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ومن الأسماء التي تدل على كرم الله وعلى عطائه وعلى إحسانه على العباد اسم الله الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك واسم الله الأكرم اقرأ وربك الأكرم الكريم سبحانه وتعالى في ذاته كريم سبحانه متصف بأكمل الصفات ومنزه عن النقائص والآفات سبحانه وتعالى كريم في أفعاله فهو يكرم العباد ويعطي العباد ويرزقهم سبحانه وتعالى وينعم عليهم بصنوف النعم سبحانه وتعالى وإذا نظر العبد إلى نفسه كيف أكرمه الله عز وجل بجميع حواسه وبجميع أجزاء بدنه لعلم عظم كرم الله سبحانه وتعالى عليه وهكذا في الرزق ولذلك العبد وهو يتعرف على الله سبحانه وتعالى بهذه المعاني العظيمة يحمله على محبة الله سبحانه وعلى الإحسان إلى الله عز وجل وإلى التحلي بهذا الوصف الكريم في حقه سبحانه وتعالى أن يكون كريما وأن يكون محسن للعباد وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم بل ذلك الذي جاء ليسلم ثم رجع إلى قومه فقال أي قوم أسلموا فإني جئت من عند نبي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق قلبه بالله عز وجل واستغنى عن هذه الدنيا ومثله في هذا المعنى اسم الله المعطي واسم الله الجواد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والله المعطي وأنا القاسم وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جواد يحب الجود أي كثير العطاء كثير الإحسان سبحانه وتعالى ومن رأى في هذه الدنيا ورأى أحوال العباد يجد عظيم عطاء الله عز وجل ويجد كريم كرم الله سبحانه وتعالى وجوده على العباد فلنسأل الذي لا تنفذ خزائنه سبحانه والذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون ونتخلق بهذه المعاني العظيمة يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في شهر رمضان في هذا الشهر المبارك حين يلقاه جبريل فيدارسه بالقرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم يأتيه العطاء ويأتيه المال فينفقه بين أصحابه وينفقه على الفقراء ولا يدخروا لنفسه شيء تعلقا بالله سبحانه وتعالى واستغناءا بالله عز وجل هذه الأسماء العظيمة بما تضمنتها من المعاني اسم الله الكريم واسم الله الأكرم واسم الله المعطين واسم الله الجواد تحملنا على محبة الله عز وجل وعلى البذل في وجوه الخير وعلى التعلق فيما عند الله سبحانه وتعالى وعلى الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المقامات وفي هذه الأخلاق أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين والحمد لله رب العالمين سميتها بالروح والريحان يا شكور ودود يا شاكر يا نصير رحمك يا حسيب يا مقدم مؤخر ديال أنت الحكم يا شكور يا شكور يا شكور